اشتركوا في القناة وشيدا بما تتمتع به رياضات سباق الخيل من اهتمام ورعاية من فارس البحرين الأول حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وحرص ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأشهد سمو الشيخ محمد بن سلمان بالنتائج التي حققتها الفارس كوميشنينغ ضمن هذا السباق الدولي المهم والذي يدل على ما تتمتع بهذه الفارس من تميز ضمن صفوة من جياد العالم متمنيا لهذا الفارس مواصلة تحقيق النتائج المميزة على المستويات المختلفة بما ينعكس على سمعة الجياد المهجنة الأصيلة التي تملكها البحرين وكذلك سلالة الجياد العربية الأصيلة التي تمتاز بها مملكة البحرين مؤملا مواصلة مملكة البحرين في تحقيق التميز على الدوام فيما يتعلق بالمشاركات الدولية والإقليمية برياضات سباق الخيل والفروسية ونوها سمو بالتطور الذي تشهده المملكة في هذا القطاع من خلال التوجيهات والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشل الفروسية وسباق الخيلة